انت تكلمت عن الألام تكلمت انه الألام حتمية انه كل واحد لابد ان يشرب هذا الكأس حتى الثمالة البعض منهم وذكرت عن بعض نوعيات الألام بشكل سريع وطبعا يعني الله مش بس بيتركنا بالألام كنعيش في الألام كأنه بيتلزز ان يشوفنا متألمين وهي رأي البعض او نظرية البعض الرافضين لالله بسبب عدم استجابة الصلاة فايش ردك على هاي النوعية من الناس هاي النوعية من الناس هم يجهلون الحقيقة التي هي في مركزية الحياة الامام بالرب والعلاقة مع الرب وهم الذين يبتعدون بجهلهم عن الحقيقة التي هي أساس في مواجهة الألام عنيت بذلك الإيمان بالرب والرجوع إلى الرب إن رجعت إلى القدير تبنى ارجعوا يا بني آدم فالله يقدم الدعوة للإنسان لكي ينزع كل ألم وقنوط ويأز وكل حزن من كيان الإنسان بنعمته المتوفرة والمقدمة لكل فرد من البشرية فالابتعاد عن الرب يزيدنا ألما ابتعاد عن الرب يزيدنا قلقا الاعتباء الابتعاد عن الرب يزيدنا عراقا يعني ما بيقدر ينام واحد بيخاف إذا أي مرض بيقول يمكن إيجاني كانسر يمكن عندي مرض خبيث أي انفجار بجسد الإنسان يعني بيصير الإنسان في أحباط كامل ففي خوف من المجهول مثل ما قلت بالمقدمة في خوف من الأمراض في خوف من الحروب في خوف من الاقتصاد كيف بدوا يعيش الإنسان خوف من الموت خوف من الموت خوف الناس تنزل على القبر يا خوف من الدينونة كل الخليقية تأن وتتمقى لكن نحن نستطيع أن نتحدى الموت ونتحدى المرض ونتحدى كل ألم في الزمان الحاضر بيقلك ألام الزمان يعني قصيرة لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ويسوع بيقول أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لك المجد يا رب اشتركوا في القناة